مر عقدها الأول وما زالت تدور في فلك الفراغ والتسويف تتعطل مساراتها وتفتح المؤتمرات لاستئناف مختلف عليه لكن واقعها لم يتغير أمام جدار روسي وضع الحلول التي يريد وما زال يسعى لتحقيق أبعد من ذلك بتعويم نظام الأسد وإعادة إنتاجه المسارات السياسية وإن اختلفت أسماءها من جنيف إلى أستانا فسوتي لم تحقق المراد منها فاللجنة الدستورية تم الإجماع على أنها صفرية النتائج بل إنها لم تنجح حتى في تقريب وجهات النظر يسير النظام وخلفه حلفائه الإيرانيون والروس في مسار جديد فكسب الوقت أثمر بنتائج لهم حيث غيرت الدول مواقفها وراح الأسد ينادي بانتخابات رئاسية هو سيدها الأوحد السلال الأربع التي أقرتها الأمم المتحدة ما زالت فارغة وأمام الفراغ تبث واشنطن والدول الأوروبية الروحة في مواقفها القديمة وتقول إنها ملتزمة بحل سياسي وأن ما يطمح له الأسد غير مجد وأنه وأركان نظامه لن يفلت من العقاب وهنا تكرار للمواقف وتجديد لها وبالإمكان القول إن العشر سنوات تختصر بمعسكرين الأول يسير على ما يراه مناسبا للبقاء والآخر يطرق أبواب المسارات باحثا عن بقايا مفاتيح للحل فما آفاق الحلول وما مستقبل الصراع المستمر اليوم وأمام التعنت وانسداد المسارات السياسية للحل ماذا بيد الدول الفاعلة في سوريا من خيارات لإنهاء الملف لا سيما أن أعدادهم تتزايد يوما بعد آخر ثم تتعويل على إدارة أميركية فهل تجتمع المسارات وتقدم الحلول النهائية أم أن فلك الفراغ مستمر ولا ثغر لأحداث أي تغيير سوريا في عشريتها الأولى آمال بالحلول القادمة من اتفاقات بين دول توزعت الأدوار في البلاد هل تتفق أم أن الوقت لم يهن ترجمة نانسي قنقر